استكمالا للوحدة الثانية من مكرر محاسب التكاليف وإدارية واحد كنا في تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح نقطة التعادل ناخد مثال افترض أن سعر بيع وحدة إنتاج منشأة ما بلغ 5 ريال يبسعر بيع الوحدة كان معطى ب5 ريال وأن تكلفتها المتغيرة 3 ريال تكلف المتغيرة 3 ريال والتكاليف الثبتة التي تتحملها المنشأة 10.000 ريال فإن مستوى النشاط الذي تتعادل عنده الإيرادات مع التكاليف اللي هي نقطة التعادل يتحدد كالآتي لازم الأول أبدأ أحدد هامش المساهمة للوحدة اللي هي سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة اللي هي كانت 5 معطى ب5 سعر بيع الوحدة والمتغيرة للوحدة معطى ب3 يبقى الفرق بينهم يطلع هامش المساهمة للوحدة 2 ريال طب أنا عندي نقطة التعادل بالكمية أو الحجم كان العلاقة الرياضية اللي بحسبها إننا نقسم التكاليف الثابتة تكاليف ثابتة على هامش المساهمة للوحدة التكاليف الثابتة كانت معطى ب10.000 وهمش المساهمة اللي بحسبناه ب2 يطلع التعادل بالكمية أو الحجم 5000 وحدة مثال آخر افترض أن التكاليف الثابتة لمنشاة 10.000 ريال التكاليف الثابتة 10.000 ريال وأن معدل التغير 60% ما المقصود بمعدل التغير هنا؟ المقصود بكلمة معدل يعني نسبة يبقى معدل التغير المقصود بها نسبة التكلفة المتغيرة كانت معطى ب60% من سعر البيع هنا في الحالة دي حسب المعطيات المعطى لا نستطيع حساب حجم التعادل يعني التعادل بالحجم أو الكمية ما نقدرش لأن البيانات ما تسمحش ولكن نستطيع بناء عن البيانات المعطى نستطيع حساب قيمة التعادل التعادل بالقيمة بالفلوس كالآتي سنجيب الأول نسبة هامش المساهمة اللي هي 100% ناقص نسبة التكلفة المتغيرة لما نيجي نعوض 100% ناقص نسبة التكلفة معطى ب60% اللي احنا كانت معدل التغير يبقى نسبة هامش المساهمة 40% أو 40 من 100 40% علامة أو علامة عشرية 40 من 100 أي أن شوف التحليل ده مهم جدا أي أن نسبة هامش المساهمة هي مكمل نسبة التكلفة المتغيرة عرفناها وهذا يعني شوف التحليل بقى يعني بقى أن كل ريال من المبيعات حيأخذ منه 60% كتكلفة متغيرة والباقي كعائد مساهمة يستخدم فيه تغطية التكاليف الثابتة يستخدم فيه تغطية التكاليف الثابتة التعادل بالقيمة أو الريالات بنقسم التكاليف الثابتة على نسبة هامش المساهمة نعوض التكاليف الثابتة كانت معطى بعشر تلاف ريال ونسبة هامش المساهمة حسبناها 40 من 100 يطلع التعادل بالقيمة 25 ألف ريال نقطة التعادل رياضيا تتحدد نقطة التعادل رياضيا عند تقاطع خط الإيراد مع خط التكاليف الكلية الكلية ليه إيه؟ فيها ثابتة وفيها متغيرة تكلفة ثابتة وتكلفة متغيرة كما في الشكل التالي على المحور الأفقي مستوى النشاط والرأسي الإيرادات والتكاليف تلاحظ أن دايماً المحور الأفقي الأشياء اللي بيه الوحدات أو الساعات بالوحدات النشاط ودايماً المحور الرأسي بيكون الأشياء اللي بالريالات فلوس اللي بالريالات خط الإيراد الايرادات بتبدأ من نقطة الصفر خط الارادات Bird يبدأ مش من نقطة الصفر من اعلى بعد التكاليف الثابتة يعني بعد التكاليف الثابتة خط التكاليف ما مفعش يبدأ من نقطة صفر زي الاراد يبدأ خط التكاليف يبقى ايه فين بقى نقطة تقاطع الاراد مع التكاليف النقطة دي يبقى دي نقطة التعادل لو نزلنا تحت هتلاقي ده تتعادل بالكمية اللي هي رأسي وفقي ده تتعادل بالقيمة يبقى لو قرينا الرقم اللي موجودناه يبقى هو ده تتعادل بالكمية بالوحدات لو قرينا الرقم اللي موجودناه بدال التعادل بالقيمة بالفلوس